السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اول سؤال هل حملت مريم العذراء بسيدنا عيسى عليه السلام تسعة اشهر قبل ان اجيب عن هذا السؤال اريد ان انبه الى مسألة مهمة وهي ان الان الحمد لله المعلومة موجودة بكثرة لكننا لا نملك مفاتيح العلم لانها عند العلماء لابا الناس يكونوا تعتقدوا اعتقادات معينة تعلمناها عن ابائنا عن اجدادنا فتجي احيانا عن طريق هذه الوسائل العصرية الواتساب الفيسبوك وغيره بعض المعلومات ليتأولوا الايات ويخرجون عن صياقها والناس يلعون بهذا الامر شي حاجة جديدة تتعجبهم لانه ما عندهمش الاهل يبش يميزوا بين الصواب والخطأ والقدرة العلمية بش يعرفوا الصح من الباطل اذا السؤال مريم عليه السلام الام ديال سيدنا عيسى عليه السلام واش حملات يعني بابنها تسع شهور بحال النساء او يوم واحد فقط هذه مسألة اختلف فيها اهل العلمي اختلفوا في مدة حمل السيدة مريم بعيسى عليه السلام الذي عليه جمهور اهل العلمي انها تسعة اشهورين كغيره من البشر وهذا هو المعول عليك كثير من العلماء قال لك او دين القرآن ما قالش كذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذا غدتكون بحالة بحال باقي الناس وقالوا يعني روايات عن عكرمة قال بان 8 شهور قال لك لان 8 شهور ما تعيش شيء بزف يعني حفظا لخاصة سيدنا عيسى فأعطاه الله تعالى الخاصية وكيش روايات عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن الا ان حملت فوضعت حملت به في النهارة ووضعته في النهار وهذا يروى عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا الاثر وهذا غريب وكأنه مأخوذ من ظاهر قول الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلتي قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا إلى آخر الآيات يعني قال هاجل الفاء فانتبذت به لأن شنو قال القرآن العظيم فحملته فانتبذت به إذن هاجل الفاء قالوا وإن كانت للتعقيب لكن هذا التعقيب تيكون على بحسب يعني السياق الله تعالى قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغة عظاما هذا الفاء إذن هالي التعقيب يقول الحافظ من الكثير لكن بحسبها وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما إذن كين الفاء دي التعقيب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه لكن على حسب السياق إذن القرآن أو سنة بينات تبقى النطفة أربعين يوما والعلاقة كذلك قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حاملت به كما تحمل النساء إذن رحضوا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبحوا إذن واش ميت تنزل السماء يعني بالأمطار وبالخيرات واش الأرض فيه ساعة تخضر لا تحتاج الوقت الله تعالى على كل شيء قدير يقدر يعني بدون ماء بدون سبب لكن الله تعالى جعل الأسباب في هذا الكون تتنزل عن الأمطار واش عاد الوقت عباش يجي يعني الصيف عباش يجي ممكن الإنسان أنه يعني يحصاد وكذلك تيجي الرابع إلى آخر يعني كالوقت فإذا المشهور الظاهر والله تعالى على كل شيء قدير لأنها حملات كما تتحمل النساء بأولادهين علاش لأنها من بدافها يعني العلامات والإشارات ديال الحمل وكان معها في المسجد الرجل صالح يعني من أقالبها من قرابتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار يوسف النجار تعرف يعني الصدق ديالها تعرف البراءة ديالها تعرف بأنها يعني صالحة ولكن شف البطن يعني تقيل وكبير يعني حملة فبدأت الأفكار يعني تتراود ما قدرش يصرفها عن نفسه فحمل نفسه على أن عرض لها في القول شنو عرضها؟ بمعنى ما جاه شيء مباشرة شوف الأداب ديال الصالحين مرة صالحة يعني ونقية وطاهرة يعني عرف كيفاش يسألها قال يا مريم غد نسولك على واحد الأمر فلا تعجلي علي ما تزل بشي عليا يعني في الجواب وما تواخدينيش هذا أنا مقصود قالت وماهو قال هل يكون قط شجر من غير حب واش ممكن شجرة بوحدة تنود لابد ندلو الحبا ومسقوا باش تنود وهل يكون زرع من غير بذر هل نحن قد نحصدوه مثلا زرع إذن لا بدنا نكون زرعنا البذور وهل يكون ولد من غير أب شوفوا الأدب ما قشلها شنو ذاك الكشل عندك وكذا لا الأدب لأنها عرفت بالصلاح فقالت نعم ولكنها فهمت ما أشار إليه قتلي قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجرة والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر قلت يا ورد بالك هذاك شجر والزرع وكل شيء الله تعالى ما يخرقهم في اللول ولا يخرقهم بدون سبب حتى مثلا هذك البحث المعروف وشكو يسبق الدجاجة وللبيضة ما عندهش حل هل تقول بأن الله تعالى خلقهم في أول شيء بدون سبب قال وهل يكون ولد من غير أب قالت نعم فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم فصدقها وسلم لها حالها صفي أرفها شيء حاجة دي الله تعالى نعم لما استشعرت سيدة مريم من قومها أنهم غير تهمها بالشك انتبذت منهم مكانا قصية أي قاصية نعم كما في في القرآن كما سمعنا فحاملته فانتبذت به مكانا قصية واحد مكان بعيد باش ما يشوفوها شاي وما تشوفهم شاي وذكروا في الروايات لما حملت به يعني أصابها ما يصيب النساء فقالت ما قاله القرآن العظيم قصة طويلة على كل حال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط في قراءة ساقط عليك رطبا جنية المعية ذي الله سبحانه وتعالى فلهذا خلق سيدنا عيسى بدون أب معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى شاع الحديد في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبه يوسف ولم يكن معاه في الكنيسة سواه بدون يجي تكلموا وشكول اللي غايد لها المصيبة وشكول كذا وهذاك اللي يخدم معه هو اللي غادي يكون وتواتر الناس وتكلموا الناس يعني سبحان الله سبحان الله فالله عز وجل جعل المعجزة قائمة بإذنه سبحانه وتعالى إذن هذا الذي يظهر للعبد الضعيف السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اسلام عليكم رائع بإذن هذا الذي ي respective يقول a سبحان الله نراه مس unveiled سبحان الله وغلا رائع في المؤ bicycle ا05 سبحانه وتعالى قائمة